سؤال آخر سيدة كريمة تقول كنت أريد فتوى في موضوع الاغتسال بعد الجنابة أنا شعري ضعيف بأخذ فيتامينات وممكن في اليوم أغتسل من الجنابة مرتين أو ثلاث مرات فعندما أغسل شعري كل يوم بهذه الطريقة يقع وينشف وفعلا يتأثر أو تأثر حاليا هل في حل؟ يعني مثلا فكرت أن أبل فروة رأسي بأيدي وتأكد أن الماء قد وصل إلى الفروة لكن بدون أن أغرق شعري بالماء فقط أبل إيدي كده وحقول وصل الماء إلى الفروة من غير ما صبوا ماء على رأسي محافظة على الشعر حتى لا يفسد وينشف ويتقصر في حل نقول لها يا بنيتي اسمعي جيدا المشروع للمرأة غسل شعرها في الغسل من الجنابة لا يجزئها الاقتصار على مسحة المسح يكون في الوضوء أما في الجنابة لا بد من الغسل وإفاضة الماء على الرأس وليس مخافة نقض زينة الرأس بعذر مقبول يسوغ العدول عن الغسل المأمور به شرعا فلا بد للمرأة أن تفيض الماء على رأسها وأن تعم شعرها بالغسل لكن لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها لو مضفر شعرها ضفائر لا يلزم أن تفك هذه الضفائر لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت إني مرأة أشد ضفر رأسي أي أجعل شعري ضفائر أشد ضفر رأسي أي أجعل شعري ضفائر أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين الرخصة في أن المرأة إذا ضفرت شعرها ضفائر لا يلزمها أن تحل أو أن تفك هذه الضفائر عند الإغتسال من الجنابة بارك الله فيه نعم لقد روي أن بعض فقهاء المالكية أنه أجاز ذلك لكن ليس هذا هو المعتمد في المذهب وقد ضعفه كثير من محقق المالكية في حشيد العدو في فقه المالكية وليس من الضرورة حال العروس إذ يجب عليها نزع ما على شعرها من زينة أو غيرها خلافاً لمن رخص للعروس في سبعة أيام في المسح على الحائل وهذا القول قد نسب إلى أبي عمران الفاسي أرخص للعروس أيام سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب وأن تتيمم إن كان في جسدها قال لأن في إزالته إضاعة للمال وهذا ليس بسديد وليس بصحيح رده محقق المالكية بقولهم وهذا خلاف المعروف من المذهب فهو من الخلاف الشاذ الذي لا يجوز الفتوى به تعلمون أحبتي في الله أن هناك جزوزات وأقوال ضعيفة لإحد العلم والمنهج الصحيح في التعامل مع الزلات أنها تطوى فلا تروى وأن تمات فلا تذاع ولا تشاع ولا نطيرها بين الناس تقول في الوقت نفسي لا نهدم أصحابها ولا نشن الغارة عليهم ولا نسقط هيبتهم من قلوب الناس هؤلاء حملة الشريعة إذا أسقط هيبتهم وأسقط قبولهم عند الناس فقد سقط ما يحملونه من الدين تبعا انتبه تبت صوب سامك إلى الدين وليس إلى من يحمله ولهذا كان من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب حافظ بن عساكه يقول اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يتقونه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وأن سنة الله في هدك أستار متنقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب فالمنهج الصحيح في التعاون مع زلات أهل العلم أولا إن زل لا تمت لا تنقلها لا تحكيها لا تقصصها لا تروها لا تحدث بها أن تطوى فلا تروى أن تمات فلا تذاع ولا تشاع في الوقت نفسه أن نحافظ على حرمة حملة الشريعة ولا على هيبتهم في قلوب الناس وبهذا نحفظ بين المحافظة على الدين فلم ندخل فيه ما ليس منه المحافظة على الشريعة لم ندخل في نسيجها ما ليس منه المحافظة على حملة الشريعة فلم نسقط هيبتهم ولا حرمتهم من قلوب الناس من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط إذا أنت لم تشرب مرارا على القذا ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين ترجمة نانسي قنقر